السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا درس الموارد الطبيعية على الصفحة 96 من كتاب التاريخ الجغرافية لسنة الرابعة ابتدائي إذا كان النشاط الإنساني منذ القدم قد قام على ما توفره الطبيعة من ثروات فما هي أهم الموارد الطبيعية التي تملكها الجزائر وإلى أي درجة تستغل بشكل عقلاني إذن الموارد الطبيعية وتصنيفها إذن ما هي الموارد الطبيعية؟ الموارد الطبيعية هي ما توفره الطبيعة الشيء الموجود في الطبيعة من ثروات وطاقات يستعملها الإنسان لتزهيل حياته اليومية إذن عندنا موارد طبيعية غير متجددة وعندنا موارد طبيعية متجددة إذن نبدأ بالموارد الطبيعية المتجددة الموارد الطبيعية المتجددة وهي الشيء الموجود في الطبيعة المتجدد معناه الذي لا ينفذ قلنا في الدرس لغة العربية طاقة لا تنفذ إذن هي الطاقة الشمسية إذن هي من الطاقات المتجددة لماذا؟ لأنها لا تنتهي إذن هذا ومعنى الطاقة المتجددة معنى تتجدد يوميا إذن هذا الطاقة الشمسية تعمل مع الشمس والشمس موجود دائما إذن الطاقة الشمسية طاقة المستقبل في الجزائر نستطيع استغلالها استغلالا كليا لأنها طاقة نظيفة ومتجددة أيضا لدينا الغابات الغابات هي من الموارد الطبيعية المتجددة لأنها تنمو وتتجدد كل سنة لكن يجب المحافظة عليها وتجديدها بالتشجير وبالرعاية لأنها توفر لنا غطاء نباتيا وتوفر لنا أيضا الخشب وتحمين من التصحر إذن هي من الموارد الطبيعية أيضا لدينا الماء الماء هو من الموارد الطبيعية المتجددة إذن هناك مياه جوفية موجودة في باطن الأرض في داخل الأرض نستغلها بحفر الآبار وأيضا لدينا ماء السدود الماء الذي يتجمع في المنخفضات بعد سقوط الأمطار نسميه ماء السدود أيضا لدينا مراكز التحلية التي تقوم بتحلية وتصفية مياه البحر ونقوم باستغلالها كمياه عذبة إذن الموارد الطبيعية المتجددة وتتمثل في الطاقة الشمسية في الغابات أيضا في المياه العذبة المياه العذبة وهي مياه الجوفية ومياه السدود ومياه المراكز التحلية التي تقوم بتصفية الماء إذن هذه الموارد الطبيعية المتجددة أما الموارد الطبيعية الغير متجددة وهي المعادن إذن تلعب المعادن دورا أساسيا في الصناعة ومن بين المعادن المتوفرة في الجزائر لدينا الفوسفات متوفر بكميات كبيرة حوالي 1.4 مليون طن سنة 2014 الحديد أيضا الذهب الفضة الرخام إضافة إلى كميات أخرى من النحاس والرصاص إذن الموارد الطبيعية غير المتجددة معنى التي ستنتهي وتنفذ يوما من الأيام معنى موجودة بقدر معين ونحن نستغلها لذلك ستنتهي في يوم من الأيام إذن لدينا المعادن ولدينا أيضا المحروقات ما هي المحروقات المحروقات وهي البترول أو النفط أيضا الغاز الطبيعي إذن هذا نسموهم المحروقات إذن هي من الموارد الطاقوية موارد طبيعية طاقوية إذا قلنا الموارد الطبيعية تنقسم إلى قسمات موارد طبيعية متجددة معنى تتجدد يوميا بصفة دورية مثل الطاقة الشمسية أيضا الغابات والمياه العذبة ولدينا الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل المعادن والمحروقات فالمعادن مثل الفصفات والحديد والذهب والفضة والنحاس والرصاص والمحروقات مثل البترول والنفط والغاز الطبيعي إذن هذه الخلاصة هي خلاصة درس اليوم إذن الموارد الطبيعية ما هي الموارد الطبيعية؟ إذن عندنا الموارد الطبيعية وهي ما توفره الطبيعة من ثروات وطاقات يستعملها الإنسان لتسهيل حياته اليومية وتصنف إلى صنفين أول صنف هو الموارد الطبيعية المتجددة قلنا متجددة معناه لا تنفد مثل وتتمثل في الطاقة الشمسية والغابات والمياه العذبة ما هي المياه العذبة؟ المياه العذبة هي المياه الجوفية الموجودة في الآبار أو تحت الأرض ومياه السدود وهي مياه الأمطار التي تتجمع في المنخفضات ومراكز التحلية أي مراكز لتحلية مياه البحر ونجعلها مياه عذبة ثم في التصنيف الثاني لدينا موارد طبيعية غير متجددة معناه ستنتهي في يوم من الأيام وتتمثل في المعادن المعادن مثل الفوسفات والحديد والذهب والفضة والنحاس والرصاص وأيضا المحروقات من نفط وغاز طبيعي مفهوم؟ إلى هناك وخلص معنا الفيديو تعلانينا اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر